لو فتحوا التلفزيونات طول النهار احنا كلنا طول النهار بنتكلم على سد النهضة الاثيوبي والقلق اللي بتبدي جميع الاطراف من انشاء مثل هذا السد مش رغبته في التوافق على ألية جديدة يعني الألية القديمة راحت انتهت بقت في النسيان ألية جديدة لتنفيذ الدراسات حلو في إطار الاحترام والالتزام باتفاق إعلان المبادئ اللي تم توقيع بواسطة الرؤساء طيب هل هم احترموا الألية القديمة علشان حيحترموا الألية الجديدة ده سؤال انا مش بهاجم انا بسأل يعني انا عندي كده تساؤل داخلي انت حتطرح ألية جديدة في إطار الاحترام والالتزام بمبادئ بإعلان المبادئ اللي تم توقيعه بواسطة مين بإعلان المبادئ الرؤساء الثلاثة طيب هو تم احترام الألية القديمة علشان هو حيحترم للألية الجديدة اللي كان فيه توقيع لإعلان مبادئ ما بين رؤساء يعني على مستوى رؤساء ده تساؤل يا دكتور حسام واللي احنا بنضيع وقت برضو ما أعلن نرجع للنقطة اللي بعدها إعلان المبادئ باب يتضمن إيه؟ مبدأ عدم الإضرار والتعاون والوصول إلى اتفاق شامل حول عناصر القلق المصري ومنها تسارع وتيرة بناء السد وبطء سير المفاوضات الفنية وأن مصر تسعى لتحقيق نتائج إيجابية خلال الاجتماع مؤكدا وجود إرادة سياسية حقيقية بين الدول الثلاث جمل بروتوكولية بحتة تقرأ كل يوم في نشرات الأخبار تقرأ بتقروها كل يوم على صفحات الجرائد لكن منها يعني أنت قلت الحقيقة في هذه الجمل تسارع وتيرة بناء السد أيه هو بيجري هو بيجري وإنت قاب بتتكلم بطء سير المفاوضات ما هو عايز كده هو بطء سير المفاوضات ومش هيعمل حاجة وهو بيجري عشان يخلص بناء السد ده واقع يجب أن نعترف به إيه اللي حنعمله بقى مش هنفضل بنتكلم في نفس الإطار أو في نفس السندوق اللي إحنا قاعدين فيه إحنا بنتكلم 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 ولكن هو بيجري في بناء السد وبيبطأ في المفاوضات قم مرة يأجي الاجتماع يعني الاجتماع ده كان مفروض من يومين ثلاثة هو أجله يعني عملية تأجيل والاجتماع الجاي لم يحدد في وقت لاحق بقى لسه حيحدد من جانبه أوضح الدكتور أحمد بها عضو الوفد الوطني في مفاوضات السد بأن مصر تمتلك دراسات فنية أعلمية أو وطنية تؤكد أن هناك تأثيرات سلبية كبيرة جدا وستتأثر حصتها المائية بشكل كبير ما الجديد ما الجديد عارفين أن مصر حتتأثر وعارفين أن بناء هذا السد حيكون كارثة على مصر والدراسات ما هتقدمت إيه الجديد إيه الجديد في ده إيه الجديد اللي إحنا بقى بنعمله إيه الجديد اللي إحنا بنتحرك به هو دي النقط من ناحية أخرى أكدت مصادر سودانية ومصرية رفيعة المستوى مشاركة في الاجتماع المشاركة في الاجتماع أنا مصر تسعى جاهدة إلى التوصل لحلول للخلافات الدائرة حاليا حول السد وتم بالفعل الانتهاء من إعداد وتجهيز عدد من السيناريوهات لحل الخلافات القائمة ولوقف محاولات إثيوبيا الاستمرار في بناء سد النهضة دون حدوث أي توافق مع دولتاي المصاب لتلافي أي أضرار محتملة على شعباي مصر والسودان مستقبلا كلام جميل كلام معقول ما أقدرش أقول حاجة عنه مش لكن أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب المثل ده ما يفعش غير على هذا التصريح من المصادر السودانية عنديش تعليق تاني على هذا التصريح المصادر برضو بتأكد أن وفدي مصر والسودان سيطالبان إثيوبيا بإبداء حسن النية في المفاوضات الله يا حد حك حسن النية بإبداء حسن النية يعني يا جماعة إحنا بنتكلم في إيه؟ إحنا بنضيع وقت الإيه؟ من خلال التوافق على آلية وتنسيق وتكامل بين دول حوض النيل للإدارة المتحدة